وإحنا بنتكلم على موضوع المبدعين فبعض الناس بيبقى لها مشاكل فبينحيلها وزملائي طبعا معي في الستوديو موجودين معي على البيز تلوقتي ويسمعين كل الكلام إخوانا والله العظيم إحنا بقدر الإمكان بنتعاون مع المشكلة بكل ترحاب زملاء بياخدوا المشكلة بنحاول مرة واتنين يعني جاتي مدرسة ستيم اتكلمنا على مدرسة ستيم بتاعة الفيون وزملنا سامي عمال يتكلم هنا واتكلم هنا واتكلم هنا واتكلم هنا والمحافظ لرئيس الحي المسؤون يعني واعتقد أنه اتفق مع حضراتكم أنتوا هتقابلوا حد للدكتورة عزبين ولا للدكتورة عزيزة فالدكتورة عزيزة قالت إن احنا بنعمل تقرير عن إنشاء المدرسة إحنا هيقابلوا إمتى سامي للموضوع ده فالأسبوع الجاي بإذن الله هيقابلوا حضراتكم وإحنا الأسبوع الجاي نتكلم حضراتك أنا مش خيارة وفقصة ربنا ولا بتكلم عن حاجة عشان أنا حاجة يعني لا خال يعني مش أنا مش وإحنا مش مش علاء الدين إحنا جبر الأرموت آخري إن أنا أطرح كلمتين على حضراتكم وخلاص والله العزيم والله العزيم أكتر من يعني في المشاكل هقول لحضراتكم المسائل يعني في مشكلة بنكم نوعد إسبوعين إسبوعين إحنا بنشغل يموم في الإسبوع خميس وجمعة في مشكلة بنوعد عليها إسبوعين فيمين حضراتكم إزاي فالموضوع مش يعني مش فنوط سحر خالص ولا إن إحنا يعني داخلين في خدمة لا 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 يعني تعالوا مثلا أنا أقول لكم أنا أقول لكم على على الشكاوى الشيخ زايد مثلا جاءنا مشاكل بسبوعين عشان مشكلة القمامة والبتاع وهو الأخر كده والدكتورة فاطمة الخولي تدخلت معانا وقالت وعملت واشتكت وهو الأخر وبنتها إنجي بتنزل بتاعتك تعالوا شو بالصورة دو بقتي تعالوا شو بالصورة حالة هتوالي كده ممكن على الشاشة كبيرة على الشاشة كبيرة على الشاشة كبيرة هذه الصورة هذه الصورة كانت القمامة بتتلمى حوالين السنديق اللي موجودة قدام حضراتكم دي أسيبوكم المشاكل العربيات أنا بتكلم على القمامة اللي موجودة دا القمامة دا كانت كده واخدين بالحضرات وكانت المنظر كده إحنا بنحاول بقدر الإمكان وبنتصل وزي مننا العزيز الأستاذ هاني هاني يونس المنشر الإعلامي الرئيس المزراء تدخل في الموضوع بنفسه وكلمنا النهاس بتاعه ونظفنا والنهاردة بقى هو النهاردة وشلنا السنديق خالص ونتمنى إنها ما ترجعش وعلمنا الشجر وعملنا يعني بنحاول وهو دا النهاردة دا وقتنا هذا دا دا وقتنا هذا دا سقفة كبيرة يا أخوان سقفة كبيرة شكرا سقفة كبيرة يا أخوان دا مين اللي بقول سقفة كبيرة دا طارق العزوي يا طارق أهد الجو شوية يا طارق يا طارق أهد الجو شوية أما لو هتعملوا في تقرير القطن يا طارق هترقص عشرة فلد انت يا طارق طارق عزوي مخرج جميل قادي قادي القمامة دا سبيل من المثال وبقى أسبوعين من أول فاطمة القول ما كلمتنا لحد دا دا الوضع دا الوضع هتلاقوا تاني قمامة وبعدين تنظيف وبعدين أهو وده داي يعني من يوصل بقديم كان احنا مش مش من أهو مش من أسبوعين يعني آه بس فده اللي أنا أقوله يعني دا مشكلة من المشاكل خلاص خلصنا منها احنا بس عشان نقول للأستاذ إهاب والأستاذ عماد شوق ان احنا من حق الناس من حق عز حزة لا تتفرج علينا من دي من ضمن الاهتمامات يعني من نقعد عليها يا سبوعين يا أستاذ إهاب انت والأستاذ عماد تعالوا في مشكلة تانية بس وحنا بنتكلم آه 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 في سيدة بتقول ان ابن عمي لسه مولد من أربع شهور عنده مشكلة في القلب لازم يعمل عملية وللأسف انت كاتل خايفين يعملونه العملية يعني الطفل عنده أربع شهور ولو هتتعمل في مستشفى خارجية هتتكلف كتير وأهل الطفل ما عندكم مش قدرة على ده احنا الزملاء بكل احترام وتقدير طبعا احنا مش همين اسم الطفل ولا نقول السيدة اللي بعتت ولا حاجة احترامنا وتقدير اللي وضعها توصلنا مع الدكتورة منال حمد السيد رئيس كسب الأطفال بطب جامعةين شمس طلب التقرير عن الحالة ورحبت جدا بالموضوع وقالت حتى بناء هتم حالة الرسالة للدكتورة مية حمد السيد يعني بصوا أستاذنا العظيم الأستاذ حمد السيد ده كان نقب الأطباء خلف اتنين من أجمل أو خلف تلاتة من أجمل ثلاث أطباء في مصر مهيرة لا أستاذ جلدية مي أستاذ قلب منال أستاذ أطفال انتوا أخذين ما شاء الله ربنا يا ربي اللهم لا حسد اللهم لا حسد على مهيرة ومي ومنال الثلاثة قمة في الأخلاق وقمة في العلم وقمة في الأدب وقمة في احترام المريض حسنا جربت يعني في البرامج جربت أن أنا تعامل مع الثلاثة مع بعضهم فدكتورة مانال قالتها حيل الموضوع لأختي الدكتورة مي أستاذ القلبي بالجامعة وهيتم الترتيب مع أحد الجراحين بلمساعدة والتنسيق لإجراء العملية بعد الإطلاع على التقارير بس ياريت اللي تواصلت معنا اللي هي الحالة تبعت لنا التقارير لأنه الله ينور عليك الله ينور عليك الله ينور عليك الله ينور عليك فيبعت لنا التقارير ونشوف الدنيا ماشي إزاي فيه شكوى أنه يوجد 16 عائلة بدون مية شرب بجانب قرية الإسراء بواد النترون بمحافظة البحيرة المياه بتبعد بتبعد عنهم واحد ونصف كيلو متر فبيقول ساعدونا فيه أن المياه تدخل فيه واحد في شركة مياه الشرب هم كتير وطبعا الدكتور أو المهندس ممضوح لصنر رئيس شركة القبضة لمياه الشرب يا راجل يا محترم يا راجل يا زوء يا راجل يا أخلاق يعني لبقول لحضرتك الأوصاف اللي المفروض تتقلك أنك أنت مفيش مشكلة لمواطن صغير أو كبير بنبعثها لحضرتك إلا ما بتبت فيها فأنا حاسس أن حضرتك معنا حقيقة يعني حضرتك معنا مفوض في هذا الأمر الشاب الجميل المحترم الأستاذ أحمد رياض اللي هو المسؤول الإعلامي لشركة الشركة القبضة يا أيها المحترم أنت يعني بكل بكل ما تحمله الكلمة أنا بشكرك أنا بشكرك بشكرك الأستاذ أحمد رياض كل الشكر قالوا لنا أنه المهندس أحمد محمد سعيد نشأت قالوا لازم يبحث الشركة بالمعاين على الطبيعة كما هو موجود بالصور لقد أضم حضراتكم تباين أن المنطقة المشارئة إليها عبارة عن عدد 16 منزل 16 أعلم أتكلم عن 16 بيت بس بس لهم الحق في طرح المشكلة وليهم الحق أن يجي لهم إجابة عن المشكلة وفي مسجد خارج الحيز العمراني ولا يوجد قرار من الوحدة المحلية لتوصيل المرافق ولذلك يلزم وافقة الوحدة المحلية كشرط لتوصيل المياه بدايرنا تواصلنا مع الوحدة المحلية وسيتم حل المشكلة نهائيا بإذن الله في الأيام الجاية دي وهقول لحضراتكم من الأسبوع الجاي الموضوع رح لفين بإذن الله على صفحة الفيسبوك اللي هتشوفها برضي قدام حضراتكم دي وسلتنا الشكوى خلينا أقول لحضراتكم وإنه السيدة وفاء بحي النزهة قالت هذه الصفحة اللي بنتلقى عليها الشكاوي ده أهم من الواتساب بتاعي وأهم من حد يكلمني وأهم من أي حد تاني على من حد يكلمني سيدة جابر أنا عندي مشكلة طيب بأخذ مني المشكلة كل حاجة بس الصفحة اللي قدام حضراتكم دي أهم لأن زملائي اللي قاعدين على الصفحة هم أفضل مني فيه أنه هم بيأخذوا المشكلة وبيعالجوها بالصورة المطلوبة اللي بنسعى لحلها في هذا الإطار المهندسة وفاء اللي قاله إنه المفروض طيب طيب أسنم على الأستاذ أحمد دياد برضو خاصة بالشركة القبضة للمية طيب لسه ما تحلتش لكن أول ما تتحلها أقول حضراتك ترجمة نانسي قنقر